دلوقتي أنا بالتجربة هكلم حضراتكم عن تجربتي لأن إحنا كنا بنتكلم على طريق الساحل أو الطريق الساحلي الدولي بالنظرية أنا هكلم حضراتكم بالتجربة أنا قضيت في الساحل 8-9 تيام وأنا ساكن في مارينة يعني من أول السكة وبروح بقى هي أتحرج في الطريق كله خلينا أقول لحضراتكم إيه هي ملاحظاتي إيه هي الأشياء اللي أنا شفتها وإيه هي الأشياء اللي أنا بقترح كمواطن ما بيفهمش في الهندسة ولكن كمواطن بيستعمل الطريق الأول عايز أقول لحضراتكم كذا ملاحظة أولا أنا شفت أكبر انتشار أمني مروري في حياتي على طريق يعني أنا ما شفتش في حياتي في مصر انتشار أمني على طريق زي اللي شفته ده لدرجة إن الكباري المدورة دي كان في إيه عربيات شرطة والناس اللي وقفة في العربيات دي أو العساكن اللي وقفة تحت الناس بتقف تسألة على السكة وكانوا بيوقفين 24 ساعة يعني مش موجودين مثلا وردية ووردية لا موجودين على طول فأنا بقول لحضراتكم أولا أنا شفت العيد ده أكبر انتشار أمني شرطي على طريق في حياتي شفته ده نمر واحد نمر اتنين الطريق بتاع الواصلة اللي هو من الطريق الصحراوي اللي يودع الطريق الصحيلي اللي هو طريق العالمين هذا الطريق لسه مخلصش وبيتم توسعته هذا الطريق لسه ما عندناش فيه أي مشاكل طيب المشاكل فين يا أولاد أختصر لكم قوي كان كل كلامنا وهزرنا والترياعة بتاعتنا والستوريز وبتاع كلها على الكباري الكباري مش هي المشكلة خلاص يعني الكباري فيها جزء فيه مشكلة وقاله حيتحل ان انت ساعات تلقى مطلع الكبري شمالي وده صعب جدا ان انت تبقى ماشي وخلاص هتطلع بقى فتكتشف انه مطلع الكبري شمال فإههه تروح تطلع الشمال انما بعد كدة انت بعد يومين ثلاثة عرفت انت بتركب ازاي وبتنزل منين مش ممكن اول يوم ما عرفتش مش ممكن تاني يوم ما عرفتش مش ممكن تالت يوم ما عرفتش خلاص انت حافظ انت بتطلع كبري 120 وتخرج من المخرج رقم ثلاثة حفزته العربية حتى عرفته فما بقاش فيه مشكلة فيه هادي الكباري كبيرة إلا إذا أنهم يحلولنا حكاية أن فيه مطالع شمال وهندسيا دفع أي حتة في الدنيا مفيش كبري مطلعه شمال الكباري مطلعها دايماً يمين المشكلة فين؟ وبين قصين عايز أقول حاجة هل المشكلة دي ليه علاقة بوقت معين؟ يعني مثلاً أنا عايز أقول لحضراتكم أنه من تاني يوم العيد الجحافل اللي كانت موجودة في الساحل أعداد مزهلة هل ده بسبب الأعداد المزهلة دي هنفهم المشكلة الحقيقية هي فيما يسمى بطريق الخدمة أو طريقي الخدمة اللي هو الرايح جاي أول ما قدام أي قرية من القرى يبقى فيه زحام الطريقة قفل وما عندكش حل لأن أنت ممنوع تخرج من المكان اللي أنت فيه لأنه مفهول أنت لا تستطيع أن تذهب للطريق السريع وفي الغالب ما تعرفش ترجع تاني أو لو رجعت عندك مشكلة كبيرة بقى فالمشكلة الحقيقية التي عانى منها الناس ومازالوا يعانون منها حتى الآن هو طريق الخدمات أو ما يسمى طريق القرى إنما الطريق السريع أنت في أمريكا بصراحة السفلات أو الإضاءة اللي معمولة فيه حاجة مزهلة عمل جبار أنت بتتكلم على 150 كيلو متسفلتين متنورين أنت لو أنت على الطريق السريع على طول أنت فل شمعة منورة المشكلة الحقيقية موجودة في طريق القرى وتأدير أنا وأنا مش بفهم في الهندسة أنه لازم يحصل حاجتين أولاً القرى يجب أن تجدد من بواباتها البوابات تدخل لجوه شوية ويبقى فيها عمق فببقاش الطبور طالع لبرة للآخر نفس الشيء أنت مثلاً لو روحت عند المنوفي الكبابجي لو روحت عند أصري الكبابجي لو روحت عند حسني الكبابجي لو روحت عند أكلة سمك لو روحت عند أسماك أي محل من دول عشان تركن فيه وقت الغداء أو العشاء الطريق بيقفل فيجب أن احنا طبعاً كل ده أنا بقوله ومع الاعتبار أنه بيتقلنا لما بنسأل أن الطريق ما زال تحت الإنشاء وهو لم ينتهي بعد أنا بقول لحضراتكم ملاحظات مبدئية في هذا الموضوع هل حيبقى فيه طريق رايح بس وطريق راجع بس فالدنيا تبقى واسعة ما عرفش حيتعمل إيه؟ ما عرفش حيتحل موضوع الكبرى اللازم يطلع شمال ده؟ ما عرفش إنما بشكل عام الطريق معمول فيه مجهود غريب الطريق السريع وإينارته وسفلاته مزهلة الكباري اللي احنا كنا عاديين لأنه كنت وقتها بتقولوا لي إيه؟ فيه ناس بتبقى طالها عاكس لا طبعاً محدش يقدر يطلع عاكس انت جاء خلاص زي ما قلت الحضرات كوقتها إن الفلو أو الستريم بتاع العربيات ماشي في سكة محدش يقدر يطلع عاكسها وخلاص الناس فوق في الحطة المدورة دي بيرعوا بعض وهنا دا على الفكرة دي مش تاريخة دي مسألة مهمة إنك تراعي بقى وإنت طالع الداخل كده يعني إنما المشكلة الحقيقية لو في حد يعني بيشتغل عشان نشوف لها حل وأنا ما عرفش لدي حلها هي هي طريق الخدمات أول ما بيتزحم بيتقفل وأول ما بيتقفل كل عام وإنت بخير يا جناب الكوماندا مهم يعني مثلا لو إنت واقف عند مارينة خمسة وفي طبور طويل في ساعة معينة كل اللي جايه وراء دا مش داخل مش مكمل عند ديبلو عند ستيلا عند مراسي كل دول لو في عربيات وقفت في هذا المكان محدش مكمل أرجع تاني وأقول ناس كتير هتقول لي يا عم هو الأغنية لا 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 دي استثمارات موجودة بمليارات وشغال فيها ملايين وناس كتير بتروح هناك وناس كتير موجودة في المكان دا وفي استثمارات للدولة شخصيا في مدينة اسماء العالمين بطول الكورنيش بتاع اسكندرية وفيه بعد كده محطة الضبع النووية وفيه قبل كده قعدة محمد نجيب العسكرية فهنا ما بنتكلمش على طريق اللي ناس تصيف مش بس كده لأنه أول ما الطريق دا بيتقفل بيبقى فيه مشكلة كبيرة هيحلوها ازاي أنا معرفش أكيد طبعا البلد فيها عدد من خبراء الهندسية طبعا حضراتكم لاحظين إنه الفيديوهات اللي كانت بتعمل كل واحد يصور يقول لك وانا واقف بقى الفتاة ها ها شوف بقى دي انتهت مش هو دا الموضوع دي وقت الموضوع ايه أنا واقف في الطبور والطبور ما بيتحق هو دا الموضوع هل بعد ما العيد يخلص الاجهزة اللي احنا فيها دي والحياة تبقى طبيعية هذا الامر اللي انه يحدث ما عرفش كل شيء قابل للاختبار ففي الاختبار الاول اللي هو يعتبر الاختبار الاول الجاد للطريق هذه هي ملاحظاتي علشان بس حضراتكم بص انت هنا نازل اقو على الطريق السريع خلاص انت عارف انت طالع من المطلع ونازل على طريق الخدمات هو اللي في وشك عايز تنزل على الطريق السريع هو اللي في النص عايز تروح على طريق الخدمات اللي في القرية المضادة هو اللي وراك عايز تنزل على الطريق السريع اللي وراه هو اللي وراك بقت سهلة جدا ما بقتش الحلزونة هي المشكلة المشكلة اللي موجودة في الطريق السريع طبعا في لجان وفيه ناس بتشتغل إنما إنما لازم اللي هو المشكلة كلها في طريق الخدمات البطيء أنا آسف ناس بتوع الشرطة عاملين شغل هايل وزارة الصحة كل اتنين كيلو فيه عربية إسعاف مستشفيات كلها شغالة كله تمام كله واخد باله من الطريق وكانهم إيه مش عايزين أي حد يحصل له أي حوادث وده المفروض يعني إنما كان فيه ترقب إنه وفيه أي حاجة الوينش بيجي يسيل يرفع يتحرك بسرعة عايزين التجربة تنجح تجربة فيها مشكلة اسمها الطريق البطيء هل الطريق البطيء ده من بكرة حيتحل لإنه يعني لو كل عيد في أي بلد في العالم في الأعياد اللي بيبقى فيه تكدس مروري إنما لو ده مستمر لو ده على طول دي هنا هتبقى المشكلة ويجب أن نجد حلا لطريق الخدمات I rest my case وقلت شهادتي لإن أنا كنت رايح على الطريق ده بقى رايح جاي سبعة تمنة أيام فأحفزت وخلاص فيهم التيتا كلها فأحفزت وخلاص في المشكلة ترجمة نانسي قنقر